السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلات ازاي تركب وتعمل للراوتر بتاعك بدون فنه. ومن غير ما تحتاج لأي حد خالص. موديل الراوتر بتاعنا النهاردة هو اتش جي 633. وده راوتر فيدي اس ال خلي بالكم. الراوتر دوا هو بيبقى شكله كده بيبقى لونه اسود. وده شكله من قداء وده شكله من ورد. وطبعا بتوزعه شركة المصرية للاتصالات بشكل رئيسي. الراوتر ده انتاج شركة واوي. وطبعا زي ما احنا قلنا بتوزعه شركة المصرية للاتصالات يلا بيا نخش في الفيديو على طول. طبعا احنا بنبدأ بداية من صفحة الراوتر لان احنا شرحنا في فيديو قبل كده. ازاي تخش تجهز الراوتر بتاعك باسلاك وتجهز الوصلات. وتجهز الراوتر انت تخش تعمل لك اول ما بتفتح صفحة الراوتر بيزهر لك يقول لك دخل الوزر نيم والباسود. الوزر نيم والباسود دولا هتلاقيهم في ظهر الراوتر بتاعك بتكتبهم لو ما لقيتهمش بتكتب ادمن ادمن وبتخش الراوتر بتاعك على طول. وتدوس لكم. بعد كده بتختار اول واحدة اللي هي ستارت ويزرد اللي هي دي. طبعا كل الكلام متشابه في كل الراوترات. بعد كده بيطلب منك الانترنت یعنان كواند والانترنت باسود اللي هو اسم المستخدم وكلمة مورود. واسم المستخدم وكلمة المورود زي ما بسقول كل مرة هم عبارة عن اه اسم مستخدم وكلمة مورود بيتبعتهم لك شركة الناتصالات بمجرد ما بيتفعل خط الانترنت بتاعك هو بيبع حبارة اسم المستخدم بيبع عبرها عن رقم اما بالنسبة الانترنت اللي هي الاتحادة و הוא بيابارها عن ادمن بتكتمه بياماشا وبعد كده بتدوس نكسد. بعد كده بتبدأ تفعل الو لان اللي هي الاتنين واربعة جيجا هرتز وبتبدأ تفعل الو لان الخمسة جيجا هرتز وده يكتب بقى ايه مسلا انت بتسميهم زي ما انت عايز مسلا بتسمي الواي فاي بتاعك مسلا بتسمي احمد احمد وتدلو مسلا تعرفو ان ده الاتنين واربعة والتاني هيبقى احمد اللي هو الخمسة لو عشان بتبقى عارف ان ده الخمسة وده اللي اربعة طبعا هتسألني تقولي ده ايه ده بيبقى قوة الواي فاي وقوة الضغطية بتاعته. تمام وبعد كده بتكتب الباسورد بتاعك يا باشا وهو بيقول لك ازا كان قوي ولا مش قوي. وطبعا هنا بتعلم عدية عشان تظهر الباسورد عشان اكتبه في ورق عشان ما تستطيعوش بعد كده. طبعا بعد كده بتدوس سيف. وبعد ما بتخلص طبعا لو انت عايز تغير الباسورد بتاع دخولك على الراتر نفسه عشان يبقى فيه امان ما حدش يخش يلعب وراك. بتدوس على مينتين. وبعدها بتختار بعد كده بتيجي هنا على تدوس edit. وبعد كده بتخش تغير الباسورد بتاعك اللي هو بتكتب باسورد القديم وبعد كده تكتب الباسورد الجديد و تكونفيرن الباسورد الجيه وتدوس سيف. بعد كده هنعمل خطة مهمة جدا عشان نقمن ال روتر بتاعنا ونقمن الواي فاي بتاعنا بتدوس على كلمة وبعد كده من الجنب بتدوس على وواوي اكسس وبعد كده بتفتح وواوي از يان وتقوم معلم عليها تشير من عليها علامة الصح. اقعد سيبها عليه علامة الصح. احنا بنلغي الو بي اس دي اللي يا جماعة بنلغيها عشان دي خاصية في الراوتر ممكن اي حد يسرق البسورد بتاع الراوتر بتاعك من خلالها. فاحنا بنلغيها عشان نأمن الراوتر بتاعه. وبعد كده بندس بعض. وبعد كده بنخش على home network. ونختار و بعد كده بنختار Wlan encryption. وبعد كده بنعمل ايه? بنتأكد ان كل الحاجات دي المعمولة زي ما احنا عاملنا. ونتأكد طبعا السيكورتي مود دوا اللي هو WBA وWBA2. ونتأكد ان الانكريبشن مود هو TKIB زائد AES. عشان ده اعلى انكريبشن او اعلى تشفير البسورد بتاعك. ما حدش يقدر يسرقه. وبعد كده هتدوس على hide broadcast ديان. تعلم عليها اه تتأكد ان ايه مش متعلم عليها صح وبعد كده هتدوس save. طبعا تأكد اهم حاجة تأكد على اسماء الواي فاي بتاعتك الخمسة جيجا والاتنين او اربعة. وبعد كده بتدوس save. وبكده يكون عملت configuration router بتاعك وبازن الله اشتغل ويفتح بحاك انترنت. وبعد انسى الاشتراك في القناة. وان ان انت تدوس لايك على الفيديو لو عجبك. وان ان انت تشغل الفيديو مع صحابك عشان اشتغل الفيديو منه. واشوفكم فيديو جديد بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.